في بداية هذا اللقاء أيها الأحبة أؤكد على ضرورة تحميل تطبيق الإعجاز العلمي الذي إن شاء الله سيكون أكبر تطبيق على الموبايل في هذا المجل سنتناول اليوم موضوع السبي موضوع السبي أيها الأحبة كما قلت في اللقاء السابق لا يوجد شيء اسمه السبي أصلا في القرآن كلمة السبي غير موجودة في القرآن بكل مشتقاتها غير موجودة لأن الإسلام لا يعترف بالسبي كسبي بالمفهوم القديم هو الظلم واحتكار المرأة وإذلالها واغتصابها وإكراهها على الممارسة الجنس هذا الكلام غير موجود في الإسلام جاء الإسلام ليلغيه تماما ولكن كيف ألغاه الإسلام وكيف تعامل مع هذه القضية انظروا أيها الأحبة اليوم نحن العالم مقسم لدول كل دولة تمنح جنسية لمواطنها هذه الجنسية حسب الدستور والقانون تضمن له الحماية تضمن له حرية الرأي حرية العبادة تضمن له حقوق العلاج والتعليم وكذا وكذا إلى آخرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك شيء اسمه دولة ما هو النظام الموجود في ذلك الوقت؟ هو نظام القبيلة وحبيبكم عليه الصلاة والسلام من قبيلة قريش من أشرف وأعلى قبائل العرب وأكثرها كرما وأفصحها لسانا عندما كانت تحدث حرب بين قبيلتين وقبيلة تنتصر على الأخرى الرجال إما يقتل أو يفر أو يهرب أو إلى آخرين يبقى النساء النساء مشكلة كبيرة المرأة عندما فقدت القبيلة فقدت جنسيتها جنسيتها فقدت الحماية أصبح أي إنسان يمكن أن يأتي يغتصبها ويقتلها ويمشي ولا أحد يطالب بدمها هذه القوانين في كل العالم كانت في ذلك الوقت لم يكن هناك لا أمم متحدة ولا قانون دولي ولا هذا الكلام القبيلة هي كانت يعني سعيم القبيلة وكبراء القبيلة وهم القانون كانوا فإذن أحبة في الله جاء الإسلام طيب هذا الواقع غير مرضي نحن لا يمكن في الإسلام أن نرضى أن تذل وتغتصب هذه المرأة وتقتل وكذا وتتحول إلى سلعة لا ولا تستطيع أن تفعل شيء آخر لأنه ليس لديك هيئة أمم متحدة وليس لديك دول وليس لديك قوانين ولم يكن هناك هيئات قضائية ودساتير لم يكن هذا الكلام أحبة في الله الملحد يأتي بهذه يستدعي هذه الأحاديث ويقول لك يعاملها معاملة واقعنا اليوم يقول لك هل معقول أن النبي يفعل كذا ويفعل كذا النبي كان يعيش في بيئة معينة وفي نظام معين وهو لم يفرض علينا السبي أعطوني حديثا يأمرنا أن نسمي فيه النساء مثلا لا يوجد قلنا القرآن لا يوجد كلمة سبي أصلا كل ما في الروايات عبارة عن معركة انتصر فيها النبي وهذه النساء بحكم قوانين القبيلة في ذلك الوقت بل قانون العالمي في ذلك الوقت الذي يحكم العالم ارجعوا أيها الأحبة ارجع بذاكرتك 1400 سنة الخيمة والصحراء والقبيلة وكل رجل مسلح يعني كل واحد في ذلك الوقت كان سلاحه معه لم يكن هناك جيش مثلا وشرطة وقضاء ونيابة عامة ووزارة كذا لم يكن هذا الكلام لذلك نحن بعض الأحاديث لا نستطيع أن نستوعبها إلا إذا استوعبنا البيئة التي قيلت فيها والنبي لم يأمرنا بذلك على فكرة لم يقل يجب عليك أن تأخذ من السبي أو لا يجب هذا الكلام كل ما في الأمر أحبتي في الله أن النبي كان ينتصر في المعارك فالنساء التي خسرت الرجال خسرت أباها وأخاها وكذا أصبحت عرضة للاغتصاب عرضة للقتل عرضة للابتزاز عرضة لكل شيء هي وصغارها وكذا الإسلام ماذا فعل؟ جعل هذه النساء حولها إلى أمة يعني أصبحت مواطنة ولكن من الدرجة الثانية ولكن هذه المواطنة لها حقوق لا يجوز أن تضربها لا يجوز أن تعتدي عليها لا يجوز أن تكرهها على ممارسة الجنس أقرأوا الأحاديث رجاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما هناك حديث الجونية طبعا قلت لكم لن أدخل في الروايات ولكن عندما جاءت هذه المرأة التي قال النبي لها هبيني نفسك أو هبيني نفسك لي وتكلمت بكلام طبعا وقالت أعوذ بالله منك فقال إلحقي بأهلك انتهى الأمر طب لو أراد النبي أن يكرهها على المبارسة بالله عليكم هل رأيتم ديكتاتور أو مجرم إذا جاء بإمرأة وقالت له أعوذ بالله منك يقول لها إلحقي بأهلك بالعكس هذا دليل على أن النبي لم يكن يبتغي الجنس ولا النساء طيب السيدة صفية رضي الله عنها لا يوجد موقع لا إلحادي ولا موقع علماني إلا ويأتيك بهذه الحادثة كيف تزوج النبي عليه الصلاة والسلام السيدة صفية بنت حيي بن أخطب دارت معركة بينه وبين اليهود وهذه كانت ابنة أحد زعماء اليهود وقتل طبعا شيء طبيعا يقتل أبوها وأخوها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى هذه المرأة ليقتل أباها وأخاها ويأخذها لا يا أخي هناك حرب الحرب في كل مكان في العالم يموت منظم الرجال يموتون يقتلون ويبقى النساء والأطفال وما تبقى من الرجال يهرب يخشى الأسر أو القتل طيب عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة الطاهرة العفيفة السيدة صفية أم المؤمنين طيب هل لديكم حديث أنه أكراهاها على الزواج منه أعطوني رواية ولو ضعيفة أنا سأقبلني لا يوجد كل ما في الأمر أنه عرض عليها الزواج ووافقت ودخلت في الإسلام بل هناك روايات تقول أنه خيرها أن تلحق بأهلها ولكن لا يستوعب هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الشخصية رقم واحد في العالم في ذلك الوقت كل النساء ترغب أن ترى النبي لا أن ترتبط به أن تراه لأنه أولا من حيث الجمال كان أجمل رجل في العالم ومن حيث اللغة والفصاحة والبيان والأناقة والتواضع والوجه الطلق كان مبتسما دائما أي امرأة تحلم أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل كان النبي قاطع طرق مثلا تتحدثون عنه خيرها فاختارت الإسلام ودخلت وثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ مثلا جارية أو امرأة من السبي ويكرهها على الزواج ولا أحد من الصحابة أحبتي في الله لا يوجد روايات روايات غير موجودة أن أحدا اغتصب أحدا أو أن أحدا من الصحابة أخذ امرأة واختصبها لا يوجد أيها الأحبة إذن كل هذه الفقاعات الفارغة لا أساس لها يمكن أن نقيس أي موضوع آخر على هذا الموضوع موضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهود بذنبارد لا يوجد هذا الكلام كل الذين قتلوا ضمن معارك معارك النبي لا يمكن أن يقتل أحدا يقف ويقتل أحدا هكذا بل إن اليهود كانوا من أخبث الناس في ذلك الوقت معظمهم يعني وكانوا يعلمون أنه بمجرد أن يقول أحدهم لا إله إلا الله النبي لا يستطيع أن يقتله لأن لديه نص في القرآن لديه نص يأمره أن يحميهم بمجرد قول لا إله إلا الله حتى قبل أن يقول لا إله إلا الله مجرد أن يحتمي بالنبي يجب أن يحميه تريد اليهودي أن يقف ويقدم رقبته هكذا ويقولون سبعمائة يهود وألف يهود وروايات يعني عجيبة غريبة ثم يقتله النبي هذا الكلام لا يمكن أن يحدث لأن اليهودي يكفي أن يقول لا إله إلا الله يعلم أن النبي لا يستطيع قتله والنبي قرع كثيرا أحد الصحابة عندما قتل شخصا كافرا قال لا إله إلا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها خوفا أم رياءا أم كذا أم كذا أم إيمانا فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدور معارك وكان يعني يأخذ هذه النساء من أجل حمايتهن طيب ما هو الدليل العلمي على ذلك سأقول لكم أيها الأحب نحن الآن في القرن الحادي والعشرين نظام السبي غير موجود الآن ونظام الإيماء غير موجود والجواري غير موجود طيب أعطوني دراسة علمية عن مساوئ النظام الإسلامي وليس النظام الإلحادي يعني أمريكا كانت تأخذ أمريكا المتطورة اليوم يعني ذهبت أولا أبادت الشعب الأمريكي الأصلي هناك ما يطلق عليه الهنود لحمرهم أصحاب الأرض أبادتهم قتلتهم يعني ثم أخذت من أفريقيا مئات الآلاف من الزنوج والأفريقيين السود وبنت بهم أمريكا بنت هذه الدولة وعذبتهم وقتلتهم أيضا ثم تقول هذه الحرية وهذه العلمانية هذا كله كلام فارغ النبي لم يفعل ذلك أيها الأحبة النبي ضمن الحياة السعيدة الكريمة كانت عينه على الناس كيف يحميهم من الشر ثم هل هناك رواية أن أحدا من الصحابة اقتصب أحدا هل هناك رواية أن أحدا من الصحابة الكرام أو النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء بامرأة من الحرب وأجبرها على ومارسة الجنس أعطوني هذه الرواية لن تجدوا أحبتي في الله وإذا كان هناك رواية ستكون ضعيفة أو غير صحيحة الروايات الصحيحة أن السيدة صفية أسلمت طيب ما هو الدليل العلمي على ذلك أنها كانت تحب النبي وترغب بالزواج منه وأسلمت حبا به ليس كما يقول أنه قتل أباها وأخاها وإلى آخره يعني أخذها هكذا ما هو الدليل في كل كلامها المنقول لنا تقول له يا رسول الله أعطوني رواية تقول له يا محمد كل زوجة الآن في العالم وعلى مر التاريخ تنادي زوجها باسمه أو على الأقل يا أبا فلان يعني إذا أرادت أن تكرمه كثيرا أبا فلان هي لم تقل له لا يا أبا فلان ولا يا محمد ولا رسول الله أعطوني روايات سيدة صفية في البخاري ومسلم وفي كتب الحديث وكتب التاريخ عندما مرض النبي قالت كانت تقول له يا رسول الله والله يعني بمعنى الحديث أنني وددت أن الذي بك بيه تتمنى أن الألم الذي عانى منه النبي في سكرات الموت تتمنى أن يكون بها طب هل هذا حب أم كره هل هذا السلوك إنسانة أخذت هكذا واغتصبت وكذا لماذا تكذبون على الناس يعني خلونا منطقيين أيها الأحبة دعونا نكون منطقيين طيب زواج السيدة عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام أخذها وهي طفلة صغيرة وقتل طفولتها وحرمها من طفولتها وهذا الكلام طيب هل اعترض المنافقون عليه في ذلك الوقت لم يعترض أحد مما يعني أنه كان زواج طبيعي وأكثر من طبيعي طيب هل اتهموه أنه ليس رسولا من عند الله لأنه تزوج ب امرأة صغيرة تسع سنوات أو عشر سنوات لم يتهمه أحد طيب هاي شيء ثاني شيء ثالث بعد أن مات النبي النبي عاش مع السيدة عائشة ثماني سنوات أو تسع سنوات ثم توفي عليه الصلاة والسلام طيب أليس بإمكانها أن تتكلم ولو بكلمة يعني لو كان النبي أكرهها على هذا الأمر كما يقولون أليس بإمكانها أن تتكلم ولو كلمة أليس بإمكانها أيها الأحبة أن يعني تقول مثلا إن مثلا محمدا كان يكذب مثلا أو أنه ليس رسول من عند الله ولو كلمة يعني الآن أتحدى أن تأتوني بحديث السيدة عائشة تنتقد فيه النبي أو تقول له مثلا أنت لست رسولا أو كذا أو أنت ظلمتني أو أنت كذا بل كل أحاديثها تقول له يا رسول الله ارجعوا إلى كتب السيرة والحديث وحتى الضعيف منها دائما السيدة عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قلم محمد لا يوجد قلم محمد طيب معنى ذلك أنها كانت تعتقد أنه رسول من عند الله الشيء الثاني أنها وعلى فكرة أيها الأحبة زوجة الإنسان هي أكثر من يكشف شخصيتهم أكثر واحدة لا يستطيع الإنسان أن يضحك عليها هي زوجته تكشف لو لم يكن رسولا من عند الله لأكتشفت الحقيقة وبعد أن مات لذهبت طيب كل نساء النبي لم يفعلوا هذا الأمر لم يخرجوا بعد موته وكلهن كل واحدة منهن كانت إذا جاءت جاءت سيرة النبي عليه الصلاة تقول قال رسول الله افتحوا البخاري ومسلم والكتب للسيرة تخاطبه رسول الله طيب هذه معنى ذلك أنها تعتقد أنه رسول من عند الله ومعنى ذلك أنها تحبه كانت تقول قال محمد مات محمد ذهب محمد لماذا تقول قال رسول الله هذه فيها إعجاز أيها الأحبة نبوي طيب أنا الآن لن أطيل عليكم ولكن هناك شيء مهم جدا جدا أيها الأحبة إذا فهمناه يمكن أن حلم مشاكل كثيرة تتعلق بحاديث النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الخاصة للنبي سأعطيكم فكرة سريعة وفي اللقاء القادم سنتحدث بإسهاب عن هذا الموضوع من هو الرجل الوحيد الذي ليس له حياة خاصة يعني كل واحد منها له حياة خاصة حياته الزوجية حياته الأسرية لا يحب أحدا أن يعرف شيئا عنه كل البشر إلا رجل واحد ليس له حياة خاصة حياته مكشوفة إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا أحبتي في الله لأن كل كلمة نطق بها النبي هي السنة إلى يوم القيامة هذا ليس كلامي وليس كلام النبي كلام الله الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه أمر من الله يعني النبي إذا قال للسيدة عائشة كلمة يجب أن تنقلها لنا فخذوه يجب أن تأخذ بها وتأمر الناسا يأخذوا بها طب النبي كان مثلا يقبل وهو الصائم طيب هذه السنة نبوية أعطانا حكم شرعي لو لأن السيدة عائشة نقلت لنا هذا السلوك النبوي الشريف من أين سنعلم من ذلك القرآن لا يتحدث عن هذه المواضيع إذن أحبتي في الله لقاء القادم سنتحدث عن الحياة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنجد أن فيها إعجازا مذهلا وأننا بحاجة لهذه الحياة لكي نقوم سلوكنا يعني أنا في بيتي في بيتي ماذا أفعل كيف أتعامل مع أهلي كيف ماذا يجب أن أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن السلوك النبوي هو المثالي الإنسان يحتاج إلى مثال يحتذي به مثال يقتدي به والمثال البشري رقم واحد النموذجي أو المثالي يسمى مثاليا يعني يعني أفضل سلوك على وجه الأرض هو السلوك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت هذا السلوك واتبعت هذا السلوك فأنت ستكون من أسعد الناس في الدنيا وستفوز بأن تكون مع النبي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى